بين الساعة السادسة من مساء أمس والسادسة من مساء هذا اليوم تم تسجيل 66 حالة جديدة لمرض كوفيد-19 ببلادنا ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 7780 أي بنسبة 21.4 لكل 100 ألف نسمة فيما تم استثناء 9871 حالة مخباريا للأسف الشديد انضافت حالتي وفاة بكل من مدينة طنجة والدار البضاء ليصبح إجمال الوفيات في المغرب 204 ويستقر بالرغم من ذلك معدل فتك في جوش فاصل 6% ولله الحمد انضافت 130 حالة تعافي تام من المرض ليصبح مجموعة المتعافين 5401 وترتفع بالتالي نسبة التعافي إلى تقريبا 70% وبالتحديد 69.4% بالنسبة للحالات الجديدة الحالات 66 سجلت بكل من جهة الدار البضاء 46 حالة جهة طنجة طغان الحسيمة 14 حالة جهة مراكش أسفي جوش ديال الحالات وجهة وحالة واحدة بجهة ابن من الله الخنفراء فيما لم تسجل باقي جهة المملكة أي حالة جديدة ولله الحمد بالنسبة للحالات التي توجد حاليا في أقسام الإنعاش انخفضت ولله الحمد في المغرب وأصبحت عددها 18 حالة موزعة بين دار البضاء 67 حالات 6 حالات بطنجة طغان الحسيمة 4 حالات بمراكش أسفي وحالة واحدة بفاسم كناس الحالات النشطة عددها الآن في المغرب هو 2175 أي بنسبة 6 لكل 100 ألف نسمة الحالات الجديدة التي تم الكشف عنها اليوم الحالات 66 تم اكتشاف 55 منها أي 84% في إطار منظومة تتبع المخالطين والتي شاملت لحد الساعة 44.565 يوجد دائما رهناء التتبع حاليا 6901 تلكم إذن كانت آخر المعطيات المتعلقة بمرض كوفيد 19 11 شكراً للمشاهدة